ونقومت اليوم النهاردة في الساعة الحديثة عشر صباحا قرأة دوري القسم الثاني ألف دوري المحترفين بمقر الاتحاد القرى بالجبلية وجاءت مباراة الجودة الأولى كالتالي طنط هيلعب وديدجلة لفينا مع راية أبو إيرم مع المنصورة السكة الحديد مع أسوان كارباء الإسماعيل هي مع ديروت الترسانة مع منتخب السويس القناة مع المقاولون العرب الداخلية مع مالية المحلة سبورتينج مع بوترول أسيوت ووي مع بروكسي كل التوفيق لكل الفرق في هذه المشاوير بإذن الله قرر لعبي نادي الصيد المحلة اللجوء الاتحاد القرى بالتقدم شكوى يوم السلساء المقبل بسبب عدم صرف المستحقات المادية لأكتر من ست شهور وتجاهل الإدارة في الرد على عروض اللعبين